لم يهدئ تسلم رانيل ويكرامسينغي سدة الرئاسة من وقع الشارع الغاضب في سريلانكا بعد ساعة على تأدية الرئيس الجديد للبلاد اليمينة الدستورية دهمت قوة الأمن السريلانكية مخيم احتجاج ضد الحكومة في العاصمة كولومبو المئات من عناصر الشرطة فككوا مخيم المحتجين لفتح الطرقات المؤدية إلى القصر الرئاسي وإجلاء المعتصمين الذين استمروا في احتجاجاتهم رفضا لتولي ويكرامسينغي الرئاسة باعتباره مقربا من الرئيس المستقيل جوتابايا راجاباكسا رانيل ويكرامسينغي هو نفسه مثل الرئيس السابق لسنا بحاجة إليه لنعرف ما الذي سيحدث في المستقبل الناس خائفون لأن أعضاء البرلمان أنفسهم لا يزالون هنا لقد حكم هذا البلد كرئيس للوزراء ست مرات وهذه هي المرة السابعة الآن كرئيس أنه أحد أغنى الأشخاص في سيرلانكا ولا يمكننا تصديقه وسائل علام محلية أفدت بأن عشرات المتظاهرين أصيبوا خلال قمع قوات الأمن الاحتجاجات أمام القصر الرئاسي بينهم صحفيون في حين سارع ويكرامسينغي إلى دعوة المواطنين للمضي قدما في رأب الصدع وإنهاء الانقسام في البلاد وأعطاء الفرصة للحكومة الجديدة للبدء في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية المتصاعدة في ظل تأكيده أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي شارفت على الانتهاء والتي ستؤمن سيرلانكا من خلالها نحو أربعة مليارات دولار لتعزيز الاحتياطات المستنفدة وتجاوز أزمة ميزان المدفوعات في ظل تضخم قياسي تعاني منه البلاد